الفرق كلها كانت مستعدة هذا الموسم استعداد جيد وماكو ذيك الفوارق بحيث تشوف دور ينتهي قبل 7 جولات أو 8 جولات يعني ياكو فوارق لكن هذا الموسم كل الفرق متساوية بالوسط وحتى اللي ينافس على الهبوط ويلعبوا الفريق المتصدر ما راح تقول هذا الفريق راح يفوز فإذا يكون يعني تقارب بالمستويات المباريات الستة صعبة علينا موسهلة وصعبة حتى على الفرق اللي تنافسنا كلها نهايات كلها نهايات يعني ما تقدر تجزم إنه تقول أنا هم سيطروا بهاي المباراة وهاي المباراة أنطيها مثلا أدفانديج للمباراة القادمة لا من اللعبة عندنا القادمة بتوفيق من رب العالمين إن شاء الله من النجف إلى آخر لعبة لحدود كلهم صعبات زين لو سألتك عن توقف الدوري بهذه المرحلة راح يأثر على اللاعبين أو على بعض الأندية خاصة اللي بالفورما مثلا يعني اللي أكو أندي هو كل المدرب وعنده وجهة نظر وكل المدرب وعنده سيستم بعمله نحن بالنسبة إلينا يعني أحكي لك ناد الشرطة يعني إن شاء الله راح يكون حالة إيجابية لأنه نحن تقريباً تسع مباريات إلى ثمين مباريات تسعين بالمئة من التشكيل الأساسي هو نفسه بقينا لظروف معينة إن شاء الله هاي العشرين يوم أو الواحد وعشرين يوم راح نعيد استشفاء اللاعبين نعيد وضحهم البدني